مواطن فلسطيني اسمه زاكي مبارك وبصحبته مواطن اخر اسمه سامر سنيح زاكي مبارك ده معدوكتراف العلوم السياسية زي ما فهمت وعنده 55 سنة وتم اعتقاله وموجود في تركيا الانشاء شركة وخلافه هو ده زاكي مبارك تم اعتقاله في 22 ابريل الجاري اعتقاله في 22 ابريل من كم يوم برفقة سامر ساميح شعبان عنده 40 سنة وتركيا قالت انه ده بيتجسس بعد شوية تحقات الرجل مات من التعذيب التركي غير المسبوق داخل السجون وفي الاخر طلع الرجل التركي قالك ده انطحر حادي جدا الرجل انطحر الرجل انطحر من التعذيب ولا نحروه الخلاصة ان هذا لا يمثل نهجا جديدا للدولة التركية والنظام اردوغان بل هو النهج السائد منذ حكم اردوغان وحسب العدالة التنمية اكتر من 120 مواطن اكتر من 120 ضحية لاجهزة الاستخبارات التركية تم قتلهم من التعذيب داخل السجون التركية ويتم الاعلان بانهم قد قاموا بالانتحار بانفسهم داخل السجون اردوغان خلال الفترة الماضية اعلن عن انشاء سبعة سجون جديدة هذه السجون تكتضب المعارضين لاردوغان تكتضب هؤلاء الذين يتفوهون بكلمة ضد اردوغان اردوغان الان في مأزق لان هناك جهات دولية بتطالب بالتحقيق في مقتل زكي مبارك والعالم الان عليه ان يقف وقفة جادة في مواجهة هذا الزعر العثماني لكل المعارضين وكل المواطنين المقيمين داخل تركيا وهناك تصفية واضحة واعتقد ان التصفية بتصدر بقرات من اردوغان شخصيا هذا الكلام ليس مبالغة بل قلناه منذ فترة قلت هنا منذ فترة ويأكد في 21 يناير 2019 يعني من حوالي 4 شهور قلت بان هناك كان وثيقة جاءتني بتؤكد ان هناك تعليمات واضحة لاجهزة الامن التركية بتصفية المعارضين فورا دون العودة او دون انتظار المحاكمة ودون انتظار التحقيقات عليكم ان تتخلصوا منهم فورا هكذا كانت التعليمات ولا تهتموا بالاجراءات القانونية فنحن في ظل قانون طوارئ وكان هذا اعلان تركي وتعليمات اردوغانية لاجهزة الامن بضرورة تصفية كل المعارضين تعالوا نستمع ونتذكر معا ماذا قلناه منذ 4 اشهر حول هذه القضية اخطر وثيقة تم الحصول عليها امس جاءتني هذه الوثيقة امس من داخل تركيا وثيقة تم التوقيع عليها من اجهزة الاستخبارات التركية كان فيه اجتماع سري لاصدار مجموعة من التعليمات للاجهزة الامنية داخل تركيا سري للغاية التقرير اللي قدامكو ده هو ده التقرير اجتماع سري بمعرفة جهاز المخابرات التركية بحضور وزير الداخلية التركي وبحضور رئيس الاركان التركي كان فيه اجتماع كبير ده المحضر بتاعه حصلنا عليه ده الاول مرة وده حصري مش موجود في اي مكان تاني بقول انه الاجتماع ده فيه كلام كتير جدا جدا عن مواجهة الاكراد وفتحالها جولي اخطر ما جاء في هذا التقرير فضيحة من العيار الثقيل فضيحة مدوية يستحق عليها اردوغان ان يمثل امام المحكمة الجنائية الدولية اعطاء الاولوية لتصفية كوادر حزب العمال الكردستاني اللي هو بيسموه ارهابي وتصفية البلديات التي استحوذ عليها وهذا الكلام تعليمات غير قابلة للنقاش وان يتم الاشراف عليها من قبل الدولة التركية اسمعوا هذه الفضيحة المدوية محضر رسمي سري من الاخبارات التركية بيقول هذا الكلام بيقول ايه بيقول لهم لابد من تصفية اعضاء حزب العمال الكردستاني والمتعاطفين معهم تصفية جسدية مباشرة ويقول له هنا ايه ما في واحد دوله احنا خايفين من القانون انه لاحق انه قال لك ويجب عدم التفكير ما تفكرش في الاوضاع القانونية المعنية باستخدام السلاح وعدم النساء اننا في حالة طوارئ ويجب العلم ان احنا هنعمل اجراءات عسكرية استثنائية خلوا دي كمان في حالة سحب الدبابات والمدرعات وغيرها من الوسائط اللي خارج المناطق المستهدفة بالنار يجب التأكد من عدم وجود تبعات لذلك يعني اضرب واجري المرحلة العصيبة اللي تمر بها دولتنا تقتضي اطلاق النار بأعلى الدرجات حتى لو لم يتم اعلان ذلك رسميا ده كلام قلناه في شهر يناير من هذا العام يوم 21 يناير وقادي نتيجة الآن يعني قلنا وحذرنا من تصفية بتقوم بها القوات التركية داخل تركيا وخارج تركيا وداخل السجون التعذيب في 121 تم تعذيبهم حتى الموت داخل السجون التركية وعندهم في تركيا دايما يقولوا حاجة اسمها لأي سجين في تعذيب يقولوا ليلة القدر لم تأتي بعد ليلة القدر بتاعته ليلة القدر دي فهمنا منها انه ده كلمة كودية داخل اجهزة استخبارات التركية انه عندما يقول هذا ليلة القدر حلت لهذا السجين معناها انه يتم التخلص منه بشكل واضح واتصور انه الموضوع بات مكشوفا بات مفضوحا بات واضحا على المؤسسة الدولية التي صدعتنا كثيرا عن ما يسمى بحقوق الانسان ان تتحرك لما يجري داخل تركيا وانا اؤكد ان اردوغان سيمثل امام المحكمة الجنائية الدولية كمجرم حرب دمتم في امان الله اشتركوا في القناة